أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى خلوني أرحب بديوفنا ونجمنا الكبار النجم الكبير كابتن أسامة عربي زي كابتن أسامة نجم الكبير أيضا كابتن عادل عبد الرحمن زي كابتن عادل أنا كابتن إسلام أهلا بيك الله يخليك لكابتن أسامة خليني أبدأ مع حضرتك بكأس الربط أولا إيه رأيك في الفكرة فكرة هايلا صحيح إحنا بقلنا كم سنة بنعاني من موضوع الضغط في الدور المصري والتأجلات كتيرة وبتاع لكن يعني أنا الأواني إن شاء الله أني مفروض ديبقى فيه مسابقات إن شاء الله ديبقى منتظمة دي واحد تاني حاجة خلق مسابقة زي خلق اللي هي مسابقة الرابطة دي موجودة في العالم وموجودة طبعا في الدورة الإنجليزية والدوريات كتيرة بتدي فرصة لعناصر أخرى تشارك يعني بالذات كمان لما يكون في أوقات زي بطولات الأمم الصحيح سمعت أنا الأستاذ أحمد دياب وإعماد والمجموعة أنا بيتكلموا إنها هتبقى مستمرة بعد كده حتى لو مش موجود أمم إفريقيا أو حاجة هنا هتبقى مستمرة المسابقة فيها فوائد كتيرة منها فيها هتبقى جوائز مالية بتفرق مع الأندية فيها اكتشاف لعيبة جداد ممكن المدربين يدوم فرص في عدم وجود اللعيبة بتبقى في المنتخب أو اللعيبة اللي عايزين يريحهم شوية في بطولة الدوري أو البطولات الأفريقية يعني هي مكسب بكل الوجوه بالذات تحديدا كبدايتها في الفترة دي هي مناسبة جدا في الفترة دي مناسبة هي جاية كمان مع كاس الأمم الأفريقية ففرصة كبيرة جدا للعيبة كتير عايزة تثبت نفسها لعيبة ما كانتش بتشارك لعيبة تاخد خبرات أكتر لعيبة تثبت المدربين أكتر إنه هم مفروض يأخذوا فرصة أساسية نفس المدربين يكتشفوا ساعات في ضغط الدوري والبطولات المحلية والإفريقية المدربة ببقاش عنده وقت إنه يدي فرص بشكل مناسب بطولة زي دي وحتى في الدوري الإنجليزي بنشوف إن فيه لعيبة بتلعب في بطولات دايما البطولة دي هي اللي بتبقى المختلفة أيوة فيدي فرص لناس وعلى اللعيبة بقى اللي هي تاخد الفرص دي ويمكن تحديدا اللي هي تستغلها أه طبعا وبتحديدا كمان الأندية اللي زي الأهلي والزمالك اللي هم فيهم عدد وبيرامدز يمكن ستة ستة أربعة في المنتخب تقريبا من الثمانية وعشرين يعني حوالي ستاشر لعيب ولا حاجة فرص للعيبة اللي هي ما كانتش بتشارك بشكل أساسي إنها تثبت نفسها بالزبط فهي فيها فوائد كتيرة جدا فبنحيل ربط عليها وبالتوفيق إن شاء الله بإذن الله وإحنا بنتفرج كابتن عدل على المجموعات المجموعة الأولى علشان حتة الثلاث مجموعات دائما في التحضير تفقى غريبة أوي برضو صحيح آه ما أنا بدأ أقولك يعني معاك تلاتة دي معناها إيه أولا إنت لا تعملها أربعة لتعملها أتنين إحنا أولا بنشكرهم على فكرة فكرة هايلة وفي نوصل هذه الأفكار يمكن أنا عزيزة عليها الفكرة دي لإني أنا لعبت كسل اتحاد كان برضو أيام كسل أعلم بس كابتن جوهري كان لغة دوري بس عمل حاجة زي كسل اتحاد زي كسل ربطة ده تتعمل ويمكن رحت منتخب منها يعني من أسباب اللي أنا ربط فيها ففكرة جيدة أنك تفرز لعيبة جديدة زي ما كانت أسامة قال ولكن المهم فيها إنك إنت لو دامت عندك لازم تدخل عليها شوية تعديلات أو الحاجة لازم يبقى لها قيد خاص أوكي علشان تعلي الأنبياء قيد خاص بمعنى بمعنى أنك إنت ممكن تعمل عشر لعيبة أو خمستاشر لعيب من الفريق الأول وخمستاشر لعيب من السكنتيم من اللي عندك علشان تعليق السكنتيم برقتك من النادي ولكن يبقى تحت دي فكرة تجنس مرها زي ما بنقول ليه لأنه أنت في الوقت ده أنت عندك ضغط مبريات فأنت عايز تلاعب اللعيبة الأخرى أنت هتاخد وقت من الدوري ممكن هتاخد الوقت ده فممكن تريح اللعيبة الكويز اللي هم بيلعبوا كتير وهتاخد العشر خمستاشر لعيب من الفرقة دي وهيلعبوا مع عشر لعيبة أنت بتأيدهم من تحت الفكرة كلها بتكمن أنك أنت تقدر تطلع لاعب صغير لكن اللعيبة الكبيرة حتى اللعيبة الكبيرة لما تيجي تحتاجه وبتجهزه أنت ممكن تجهزه بتجهزه من طول السنة مع السكنتيم اللي تحت أنت بتعمل ثلاثة أربع لعيبة بينزله يلعبوا مع الفرقة اللي تحت فالفكرة جيدة أما حتة القرعة التلاتة دي يعني أنا مش عارف الفكرة إيه هنشوفها الفكرة لما يوصلوا للأدوار اللي بعدها أنا كنت أتمنى أن هي تبقى أربع مجموعات أو مجموعتين علشان يعني أكيد هيبقى الأهل على رأس مجموعة والزمالك أي رأس مجموعة حبيت تحط برمز عندك بردو الإسماعيلية عندك بغض النظر عن إيه هم ماشيون في الوقت الحالق أو مستوام لكن إحنا بنتكلم على لو قلنا أهلي هنقول زمالك في مصر على طول من غير أما تتكلم ما تقول إسماعيلي فكنت أتمنى الإسماعيلي يبقى هو كان الثالث أو الإسماعيلي كان يخش الرابع لأنه ده حق الإسماعيلي على بغض النظر على الإسماعيلي وماشي زي يعني أداءه إيه ولا مش أداءه إيه احنا بنتكلم على الإسم احنا بنتكلم على الإسماعيلي مازال وهيفضل طول الوقت ثالث نادي في مصر بعد الآله والزمالك وفي أوقات كان بيبقى تاني نعم دي حقيقة يعني فأي فكرة جيدة وكل حاجة بس كلما هتشتغل الفكرة كلما يكون فيها مشاكل هتتحل وبعدين هتقول لكن أنا شايف خطوات جيدة أوي بيفكروا تفكير قويس ما ربطع من شغل هايل بسرعة آه يعني بيفكروا تفكير هايل أول حاجة عندهم جراءة ودي حاجة مهمة وأتمنى وأنا بقول لهم أتمنى أن الجراءة دي تدوم طول الوقت وأتمنى أن هم ما يبصوش على فلنة ولا على لون ولا على أي حاجة ويشتغلوا لصالح القرى المصرية لإني مش كتير بيشتغل لصالح القرى المصرية لكن أنا شايف أن الرابطة الموجودة هي دي بتشتغل القرى المصرية حقيقة طيب كابتن عادل برضو أو خلينا روح لكابتن أسامة الأهلي مجموعته الأصعب يمكن يعني من المجموعتين التانية أو نادي الأهلي المجموعة التانية المجموعة الأولى والتالتة يمكن الأهلي مجموعته الأصعب أو قولي رأيك في المجموعة بتاعتنا دي الأهلي هي المجموعات يعني إلى حد كبير فيها توازن يعني الأهلي مع أسموحها إسماعيلي بنك أهلي مقاولين الجونة يعني هتقول الفرقة القريبة قوي أن هي ممكن تنافس أهلي هي أسموحها يعني الأهلي طبعا هيلعب صحيحي من ناقص العدد تسع لعبين كتير جدا يليها طبعا لإسماعيلي لأنه مع احترام البنك الأهلي مقاولين والجونة هيلة ولكن في معاناة شوية يمكن البنك الأهلي السنة دي أفضل كتير من السنة اللي فاتت لكن المقاولين والجونة في معاناة شوية يعني يعني صحيح فيه ماتشاتها تبقى صعبة في أي وضع مع النادي الأهلي حتى لو الجونة والمقاولين ولكن أنا باتكلم بصفة عامة مجموعة البراميز والتحاد ومصر المقاسة وإستر كامباري والمصر والفيوتشر دي مجموعة متقربين أو في المستوى يعني إذا قلنا الأهلي فيه وضوح إنه هو الأول رغم غياب التسعة لعيبها اللي في المنتخبات طبعا هيبقوا مؤسرين ولكن النحية التانية مثلاً لما تيجي تشوف برامد المصري فيوتشر الاتحاد السكنداري دول الأربعة سهلة أو أي واحد فيهم يطلع أول يعني مع احترام الكامل لمصر المقاسة أو إستر كامباني هيبقى صعب فيهم حد يطلع أول مجموعة يعني صعب يعني دول ولكن الأربعة فرق يعني متقربين برامز الاتحاد والمصر وفيوتشر مجموعة الزمالك يمكن مفيش فرقة واضحة قوي لكن في فرقتين أو تلاتة كويسين أو كل الفرقة كويسة بس مستويات متقربة برضو الزمالك فارق واضح عندك سيراميكا كيلو باترة فارقو فرقتين صعادين أو كانوا صعادين مثلا فاتف السنادي لكن عندهم عناصر جيدة جدا المحلة فرقة شارسة ملعبها وكده إذا كان طلع الجيش فرقة كويسة رغم أن هي ماشية السنادي وحش انبي طبعا اسم كويس فبرضو الزمالك أقرب والبقين بقى ممكن أي حد يعمل مفاجآت لكن برضو مزال الزمالك هو اللي ممكن يحتل لصدرات المجموعة فانا شايف المجموعات إلى حد ما متوازنة يعني ما تقدرش تقول يعني فيه فرقة مجموعة واضحة قوي أن هي صعبة قوي عن المجموعة الأخرى يعني تمام وتقريبا أنا سمعت الحاج عمر حسين التلاتة الأوائل وأحسن ثالث في التلات مجموعات هيبقى أربعة وهيد Prophet قبل النهائع أحسن ثاني في التلات مجموعات أحسن ثاني في تلات مجموعات وهيلعبقوا قبل النهائع الاربع عمره يعبوا قبل النهائع بس ده لسه بعد شهر ست غالبا يعني شهر ست طيب على الجانب الأخر برضه كابتن عادل بعيدا على الناحية الفنية شوية الناحية المادية البطولة في نسختها الأولى مليون ونص جنيه للفائز بهذه البطولة ثم الوصيف يبقى حاصل على مليون جنيه وصحب الماكس 3 500 ألف جنيه أعتقد بداية جيدة لأنه إنت في الدوري بقى أنه من سنة كان لسه بيتكلم معاه خلد علي في هذه النقطة أنه إحنا من سنة كان لغاية دلوقتي من سنة 48 لغاية دلوقتي ما أخدتش مكافأة أنت بتاخد الدرع والحمد لله ها وبتاخد يعني خد بالك أن فيه أوقات كتير وضمبوناء كابتن الإسلام في أوقات والله بجد يعني الحتة العائد المادي بتاع الأندية بيعطى الأندية كتير قوي يعني أنت بتتكلم على المليون ونص اللي في البطولة دي حاجة جيدة أنه ما كانش فيه طبعاً ولكن أنت لو حسبتها في المباريات هتلاقي هتعدي هتعدي الفرق هتصرف أكتر هتصرف أكتر من أنها ولكن هي حاجة جديدة وحاجة كويسة الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها إحنا بنخسر حاجات كتير في الدوري ياريت الربطة تاخد بالها بنخسر؟ بنخسر حاجات كتير في الدوري مش النادي الأهل يعني بتتكلم عن الأندية كلها بالمناسبة أنا بكرة إن شاء الله هكون معايا النائب أحمد دياب في حلقة خاصة جداً نرحي على قناة الأهل في البيت الكبير للرد على كل الأسئلة إحنا عاملين هاشتاج دياب الشاطر بعتولنا على كل الهاشتاج كل اللي حضراتكم عايزين تسألوه للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة هنتكلم معاه في كل شيء فممكن طبعاً نواجه السؤال أنا شايف إنه هو عنده جراءة مغدام في المواضيع الكتير قوي بس أتمنى إنه هو يهتم بالحتة المالية قوي عايزين نعدد دولة المصر نوديه منطقة تانية بمعنى يا كبتل الإسلام يعني كتير قوي من التحكيم المصر كنا بنشتكي منه أحياناً كتير زمان فإن التحكيم المصر مش على خير التحكيم بقى؟ أتعايز تقول إن التحكيم تروح للجنة؟ لا للربطة سوري؟ طبعاً عشان يسوقه استعرف في العالم كله في العالم كله التحكيم بيبقى دايماً مع الاتحاد أكيد ولكن إنت بتتكلم على تجربة جديدة أنا عايز يعمل له فلوس يعمل للحكام فلوس إزاي؟ سبونسور لازم يجب له من سبونسور وياخدوا فلوس كويسة أنا عايز الحاكم ياخد فلوس كويسة بالحيس ما اشتغلش حاجة تانية يبقى حاكم لأنها شغلانة أنت خلي بالك عنصر من العناصر المهمة في الدوري أنت بتشوف كتير قوي الدوري بيبقى ممتاز وبيبقى مغتشات كويسة لما بيكون الحاكم جيد والحاكم كويس وشغال كويس فأنا أتمنى إن هم يبصوا على حتة إنه يعمل قيمة كبيرة للدوري كرقم وهيجيبه تسوقياً يعني كتير قوي الناس لازم تاخد بالها من الحتة التسوقية دي إنك إنت لما تعلي الرقم وتقول إن الدوري المصري مثلاً الكيمة المادية بتاعته تبقى مليار جنيه ممكن تدي مكافأة 200 مليون 100 مليون 50 مليون زي الدوري الإنجليزي وزي الدوريات كلها وممكن لأ وممكن تدي مكافأة كمان للنادي اللي هيكسب ما هو ما أنا بتكلم مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة دي إن الدوري بقاله كتير ما فيش رقم المفروض إن الدوري بيأخد رقم التعرف هذا اللي بيصرف عناد الأهلي مثلاً يعني مثلاً طولة دوري أبطال أفريقيا واللي بياخده في كاس العالم الأندير اللي بياخده في كاس السوبر لوه حاجة بسيطة يعني لكن لما بتجي تجمع الحاجات دي لا فرقت معناد الأهلي أنا أتمنى إنه إنه الفرقة الأخيرة في الدوري تاخد رقم كويس تاخد عشرين مليون ليه لا؟ أطبع تقدر تاخد عشرين مليون والتاني بالترتيب ليه؟ لأنك إنت لو ديتهم فلوس سمعتش بدي التمانتاشر يعني؟ لا بيدوا بيدوا في الدوري الإنجليزي والدوريات العربية في السعودية أو في الدور دي تقصد توزيحوا البس يعني؟ أنا بتكلم على مكافئات على حقوقهم لا حقوق البس دي تماماً لا مش حقوق البس إنت بتكلم على الترتيب العام بتاعهم الأولاني هياخد رقم التاني هياخد رقم التالت هياخد رقم ليه؟ مكافئة يعني؟ مكافئة آه آخر السنة اللي هي إنت لو خدت رقم خمسة في الدوري هتاخد رقم كبير الرقم الكبير ده السنة اللي جاية هتعرف تسوى وتجيب لعيبة كويسة الدور هيقوى أكتر إنت عندك إيه؟ تبيعوا برقم أكبر إنت عندك إيه مشكلة الدوري المصر؟ التفاوض نادي الأهل عنده لعيبة عالية نادي الزمالكة عنده لعيبة عالية نادي الأندية اللي بعدها عندها لعيبة أقلف 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 أقل عشان القيمة التسوقية أو الفلوس اللي هي معهم إنت لما هتدي فلوس للأندية دي هتأولاً هيبقى المنافسة أشد وشارسة وقوية الحاجة التانية المهمة بقى يا كتن إسلام الدور المصري خلي بالك بيبدأ أول سبعة تمن عشر أسابيع وبعد كده بيبقى المنافسة مش دوري بيبقى فرقيتين بتنافس عارف حيقولك إيه؟ دور الأسباني دلوقتي ريال مادريد 18 نقطة عن اللي بعده ولا كاب عفوا لا ريال دلوقتي خلاص إشبيليا قرب منه وقاتلتك مادريد جاي من بعيد وما عارف أربولو مع تشيلسي أنا بتكلم أنت بتكلم أحياناً بيبقى المنافسة خمسية في الدوريات وأحياناً سلسية وأحياناً الربعة لا بس في منافسة تانية كابتن إسلام اللي أنا بكلمك عنها عارف أنهي؟ منافسة دوري أبطال أوروبا أربع فرق أو خمس فرق أنا بقى بتكلم على أني مع الدوريات الأفريقية لا كمان الترتيب هيفرق معك في فلوسفة تلاقي الفرق في آخر الدوري ما بتسيبش تلاقي الفرق في آخر الدوري قوية تلاقي المتشات تبقى قوية جداً عشان عاوز يحسن مركزه عشان ياخد رقم علشان ما يجيش أول ما في المنطقة الدافئة يقول لك خلاص بقى ألعب مبرياتي عادية أريع عشان السنة الجاية عد للسنة الجاية واللي نازل يقول لك خلاص بقى ما ننزل لا اللي نازل هيشتغل جامد قوي عشان هو نازل ياخد فلوس كويس عشان يطلع ويسعد تاني فالأفكار دي كلها أتمنى من النائب إن هو يحطها في دماغه ويشتغل عليها وهيعرف يجيب تسويق طبعاً طبعاً لأنهم سواقين الكس الرابطة بشكل جيد لا وأنا شايفهم جدين ومجموعة ممكن تشتغل كويس بس أتمنى إن يفضلوا طول الوقت ما بيخافوش من حد دي مهمة تمام هطلع فاصل وبعد الفاصل هكلم مع كابتن أسامة عرابي ومع كابتن عادل عبد الرحمن عن منتخابنا الوطني ماذا سيحدث لمنتخابنا الوطني خلال الفترة القادمة وتعليقهم على تصريحات كارلوس كيروش بعد هذا الفاصل أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن أسامة كارلوس كيروش وتصريحاته الأخيرة إيه رأيك في هذه التصريحات هل هي مسؤولية كارلوس كيروش ولا هي مسؤولية المسؤولين اللي ما فهموش كارلوس كيروش أن منتخابنا الوطني له اسم كبير وله بدليل النهاردة هو طلع أنا بعتذر على اللي أنا قلته مبارح إن أنا هطلع لكل محطة اثنين لإني عرفت بعد كده إن الحق من حق قناة أونس بورت فقط هي اللي تعمل كده فيعني الحاجات دي على فكرة دي البدهيات إن أنا عود مع مدير فني وأحكي له الموضوع لازم يكون عارف كل حاجة فيعني هي في جزء خطأ منه وفي جزء خطأ من الاتحاد أو الاتعاقد معه أولاً هو اسم كبير مما لا شك فيه يعني ما حالش تدر أقول إنهم اسميه بس هو من ساعة ما جاء حتى الآن لسه موقفش على الجو بتاع منتخب مصر واللعيبة اللي مفروض تكون في منتخب مصر كل ده هيبان معاه في الأمم الإفريقية لأنه هو تصريحاته من ساعة ما جاء حتى قبل التصريحات الأخيرة لما بيقول أنا بالنسبة لي مش مهم البطولة العربية ولا مهم الأمم الإفريقية أنا جاي عشان كسل عالم طب هل أنا هتعاقد مع مدير فني لمدة طويلة كده عشان بس ألعب مبارتين في علم الغيب إن أنا أوصل أو لا ده حتى هنتكلم عن المنتخب الجزائري مثلا اللي هو رقم واحد تقريبا في الكرة الإفريقية دلوقتي زي ما احنا كنا في 2006 و2008 و2010 كان المنتخب المصري متسايد تقريبا ما يضمنش أنه يروح كسل عالم أو لا لأنه مبارتين هو صحيح ها عنده فرصة زي ما المنتخب المصري عنده فرصة لأنه منتخب عريق وكبير لكن ما بيش حاجة اسمها أنا جاي بس عشان مبارتين طب وبطولة كبيرة زي الأمم الإفريقية مصري تاريخ كبير فيها مصري اللي حاصل على ثمان بطولات مصري رقم واحد مصري بتتحط في أي بطولة مهما كان مستوى اللاعبين الموجودين مهما كان مستوى المنتخب أنت مرشح من المرشحين المفروض تاخد البطولة زي ما بتتلعب أي بطولة فيها الجزائر فيها مصري فيها الكاميرون فيها نيجيريا فيها تونس فيها المغرب فيها غانا فيه أسامي كده رايحة عشان تاخد أي بطولة بتشترك فيها نفس الشيء أوروبا مثلا بتيجي تتكلم على المنتخب الألماني بتيجي تتكلم على المنتخب الإيطالي بتتكلم على المنتخب الفرنسي حتى لو مستوى أقل من المتوقع بيبقوا رايحين عشان ياخدوا البطولة فما فيش حاجة اسمها أنا أروح بطولة كبيرة زي الأمم الإفريقية وأقول لي مش فرق معاه لا أنت مصر ما كان أنت في النهاية أنت المؤسس للاتحاد الإفريقي وانت أكتر صاحب بطولات فدي وحدة أنك أنت تصريح دوت ما كانش في محله حتى في البطولة العربية لعنما نرجع للبطولة العربية هو قال أنا أجرب فيها حتى التجارب اللي عملها في البطولة العربية معظمها اللعبة لم يستفد منهم في المرحلة الجالة بتاعترو تاعترو الأفريقية لما تيجي تتكلم على حسين فيصل الناس كلها بتاعت تتكلم عليه كويس ثم استبعد تماما من الأربعين اللعبة لما تيجي تتكلم على مروان داود ومروان وقال المجهز وإحمد ياسين تلاقيهم أنا مش بكلم أنهم أنا مفروض يروحوا هو الصح أنه هو اللي خده في الآخر عشان برضو اللي بقى منطقيين المجموعة اللي هو خدها في الآخر باستسناء باستسناء طريق حامد وأفشة دول أكتر اتنين كان ليهم هيبقى دور من وجهة نظر الشخصية طبعا في النهاية وإلى حد ما طبعا بس المكانه فيه كتير برضو أيوة أحمد رفعت عمل بطورة كويسة يعني مرموش وتريزيجي ورمضان صبح بس كده يعني أحمد رفعت تقدر تقول في مرموش في رمضان في تريزيجي لكن ما تتكلم على طريق حامد واحد زي طريق حامد مثلا في بطولة زي دي في المستويات العالية دي اللي هو الوسط المدافع انت عندك حمدي فتحي ممكن يحصل أي إصابة مش دروية حتى يلعب بشكل أساسي بس انت لقتي في ثانية عمر السلية شكرا لسه شكرا وممكن يلعب أو ما يلعبش فأنت إيش ضمنك أننا في أول مباراة لقدر الله واحد زي حمدي فتحي ده مثلا يصاب أو النني أو النني يصاب قدر الله بينهم يعني جميعا لا يعني ربنا حفاظهم جميعا بس أنا بتكلم حتى النني في رقم ستة مش هو مش الشارس اللي هو يعني هو يعني طريق أفضل آه طريق اللي هو الوسط المدافع الارتكاز اللي هو قدام المدافعين آه فكاننا هيحتاجه في أي وقت نفس الشيء أفشا رجل عنده حلول كتيرة في التلت الأخير ممكن يلعب يعني فيه ناس بتقول أنه هو بلعب أربعة ثلاثة فمنفعش أولا المنتخب من ساعة ما مستر كاملش كوروز جي ساعات بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة ساعات فيه ماتشاط حتى في البطولة العربية لعبة أربعة اثنين ثلاثة واحد وحتى أفشا يقدر يتوظف في التالت في وسط الملعب ناحية الشمال ويخش للعمق وممكن إحنا أنت في طريقة لابك بتلعب بواحد تحت راس الحرب في بعض الأوقات نعم فدي نقطة فتصريح الأولان إن أنا مش مهم بالنسبة للبطولة العربية والأمم فريقية ده طبعا خطأوا وخطأ اللي اتفق معها لكده إذا كان هو اتفق معها لكده إنك إنت إسم كبير جدا وعندك نجوم كبيرة جدا إنت عندك واحد بيعد من رقم واحد أو اثنين في العالم أو ثلاثة في العالم محمد صلاح يعني يكفي الإسم ده بس عشان تقول ما بقيت اللعبة كمان فيه لعبة كتير جدا في كل المراكز هيلين إنت عندك جنز زي الشناوي من أحسن جوان في إفريقيا إذا ما كانش الأحسن يعني إنت عندك واحد حارس مرمى ورأس حربة أو جناح صلاح والشناوي ده هما لوحدهم غير الباقيين تبنى عليهم فرقة جامدة غير بقى تيريزيجي ومرموش وحمدي والسولية وحجازي والوينش يعني أنت عندك منتخب على فكرة وبالفتوح يعني إحنا مش قليلين نعم هي دي المشكلة يا كابتن عادل إن أنت عندك آه مجموعة جيدة جدا من اللاعبين ولكن في نفس الوقت في حاجة يعني مش فهمنا هو المفهوم تماما ده السليب المدربين الأجانب اللي بيبقوا دائما في المتواصل بمعنى بالذات البرتغاليين عندهم مشكلة العنف نعم عندهم مشكلة فرض السيطرة مثال برتغالي شوف هتلاقي مورينيو هتلاقي بس هتلاقي مستر مانول بس مستر مانول ما عملش كده قال لما بصم في مصر إنه هو جامد وهو كويس بعد ما خلص بعد ما خلص وخد بطولات وعمل عمل اللي هو عايزه لكن البرتغاليين كده بس خليني أرجع كنت الأسامة غطى الموضوع بس خليني أرجع للفكرة نفسها بتاعته المدرب جاي علشان يا عارف أنت اللي بيعمل أهداف كتير أو مع بعض أول هدف أنه عايز يجب لك لعيبة جديدة علشان لما يخسر لقدر الله يقول لك ده مشروع وأنا بدأته عشان أكمل أكمل به ده فكرة ده فكرة تسويقي لمدربين ما يهمهوش يعني هو ما بيهمهوش يا قبط الإسلام إيه أنه يخسب ولا يخسر وبيهمه هيستديم قد إيه هيفضل قد إيه يشتغل في منتخب مصر في حد يعقل أو فيه كلام يعقل أنك أنت عندك أربع شهور أو ثلاث شهور أنك أنت عايز تعمل جيل لمصر يعني كنت أسامة تكلم على حسين فصل وعلى الناس دي كلها وقال كنت أسامة برضو نفس الكلام قال إيه وقال لكن في الآخر هو خد الأحسن طيب الأحسن دولم كان يتعرفوا على أداء وعلى طريقة لعب في خلال كاس العرب عشان يروحوا كاس أفريقيا علشان يلعب الاتنين لكن أنت بتقول مين يعني أنت مش بتحب مصر أكتر مننا أنت بضحك علينا أنت جيت تضحك علينا علشان تضمي لقد أداء أنت شايف إن هو كاروس كروش أه هو ما بيعمل شكده هو جيه خد لعيبة كتير أو عشان يقول للناس أنا بعمل جيل علشان لو فشل في وصوله القس العالم اللي هم قالوله عليه اللي المسؤولين قالوله عليه يبقى هو إيه طب نخليه كمل عشان هو جمل بالجيل ممكن أقولك حاجة أعتقد أن مع وجود اتحاد كرة قدم أو مجلس اتحاد كرة قدم جديد تدائم من يوم خمسة واحد إن شاء الله ومنتخب وبالتالي يبقى عنده كل الصلاحيات لكل شيء خلال الفترة القادمة هتقولي العقد العقد اللي بيننا وبينه إنه هو لو لم نصل إلى كأس العالم هيكون من حق الاتحاد إنه هو يمشي أوكي لكن أنا بتكلم على إنه هو بيعمل فكرة إنه بيعمل جيل آه يمكن بيعمل جيل علشان لما يجوا الناس تقول لك إيه لا عايزيني مشي عشان ما وصلش له هدفه أصد الراجل ما كانش فيه منتخب بدليل إنه أول ما جيه ما خدش ولا محمد شريف ولا أفشل ما بتكلمش عشان النادي الأهل أولا هو ليه ما خدهمش علشان برضو يعمل شمع هم الأجانب دائما لما بيروحوا يمرنوا المنتخبات اللي هي زي المنتخبات زي مصر وزي المنتخبات الكتير بيعملوا إيه البداية بتاعتهم لازم يعمل شمع على الأول لازم يعرفك إنه هو جاي بإنت ضايع خالص فهو جاي هو يعلنيه ويخلص لك كل حاجة فلازم يعمل أول حاجة يشككك في نفسك أصلا ده يتعاقد بشكل عام يشككك في نفسك إنك أنت منتخبك مش قادر أنت بتتكلم على منتخب مصر دي كارثة وجريمة إن اللي يتعاقد معاه وإحنا عندنا بطولة عرب وعندنا بطولة أفريقية وبعدين عندنا كاس العالم ما إحنا لازم نروح كاس العالم ولازم نشد حن عشان نشتغل في كاس العالم ولازم ناخد كاس الأمم الأفريقية علشان إحنا إحنا مصر إحنا بلد كبيرة جدا سريعا جدا أحسن بلد في أفريقيا يعني في قرية القدم متاريخة وكل حاجة إحنا تمام بطولات تمام كابتن وزامة سريعا جدا علشان في كاس الأمم الأفريقية هل تتوقع أن تصل مصر إلى المباراة النهائية زي ما الناس كلها نفسها ممكن جدا على فكرة الناس الناس بتشكك جدا إسلام أنت لعبت وعارف وعادي اللعب منتخب وعارف ولعبت أهلي وعارف وأنا لعبت وعارف منتخب مصر منتخب تقيل الناس بتفتكر ماشي بيجي لها هزة شوية أن المنتخب أداء وحش المنتخب ما عندوش لعيبة ماشي لكن أنت وإحنا بنتكلم علش الناس فاضل لا فاضل تشكيلي المنتخب لما تيجي تتكلم عن تشكيلي المنتخب منتخب مش قلعي مش قلعي شناوي على قدي أنا وجهة نظل شناوي أكبر حجازي والوينش أو أبو الفتوح وحجازي والوينش خلاص معروفة لا لو عمر السلية لو سليل عمر السلية وحمدي ومدحي ونن خلاص صلاح وتلزيجي ومرموش في ماتشاط هو بيلعب ثلاثة لو عمر السلية مش سلي هو خلاص يلعب بالتلزيجي ممكن يلعب برمضان صبح رمضان رمضان صعب لا والله ممكن تلعب بزيزو ممكن تلعب بزيزو يعني أنت ممكن تلعب 4-3 أنت عندك اختيارات كتيرة يعني أنا أصل أنت منتخب مش قلعي مش قلعي أنت منتخب مش قلعي يعني عندك مشكلة أنا أتكلم فأيي؟ أنا أتكلم فأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لا انت مرشح من المرشحين هقول لك دي كارسة تدريبية 98 الله ارحمه لا بس ما كانش فيه مباراة بعدين انت ايه المدرب لو رايح يلعب بطولة مجمعة اوعى يجيب سيرة ما بعد البطولة يعني انا هو اول كلمة قالها يا كابتن اسلام قال ايه قال انا جاي الكس العالم يعني بيبلغ اللعيبة معناها ان هم مش هيقدروا يا كس الأمم علشان كده حاجة تانية مهمة انت ما بتحبش اللعيب المهاري اوكي قلنا ما خدتش قفش عشان مهاري طب ما بتحبش اللعيب القوي ما خدتش طريق حامد عشان قوي انت بتحب ايه هو ده اللي عاوزين نعرفه علشان كده هو تاية في الطريق ما عندوش استراتيجية لا يا دي بيقات نظر بس هو 90% اللعبين اللي اختارهم سليم اه لا دي حقيقة ولا انت عندك اختلاف لا بص يا كابتن لحظة واحدة انا اعوز اقولك حاجة المنتخب بيختار على مش القماشة لان انت عندك القماشة واسعة لا يا كابتن النادي هو القماشة عندك اختلاف في مجموعة اللعبين اللي اختارهم يعني انت شايف ان هو لا اختلاف اختلاف كبير انا اختلافي في تحضيرهم بمعنى انت ليه ضيعت وقت وجبت لعيبة لسه صغيرة طب احمد رفعت احمد رفعت عشان كانوا بيلعبهم ظهر ظهر بطريقة قوية جدا هيا لعب ما كان مينة كابتن احمد رفعت طب انا اقول لك حاجة ليه ما اخدتش رمضان رمضان مين كسل العرب لا ما كان بلعب في الارض ماتش الجابون ماتش الجابون لا ما خدوش ماتش الجابون ماتش الجابون سوريا ماتش الجابون ليه انت رفعت لعبته وبقى نجم وبقى قوي وبقى لعيب كويس قوي عندك القيمة تقدر تستوعب رفعت لو انت عاوز تلعب طريق حامل عندك القيمة انا معاك طبعا بس هو عنده مشكلة هو عنده مشكلة قضة اللبس ده من وجهة نظري فيه مدرب يبدو ليك انه قوي لكن بيهرب من المشكلة ممكن يكون ماخدهمش علشان قضة اللبس بمعنى انه ما يعملش هسر ما يعملش بس دي بس دي اعادة لخلي بالك لكل مدربين بيحبوها كده مش انه هو عشان مقدش يسيطر يعني انا عايز اقول لك حاجة انا معاه لو انا مش موضوع كورونا وان الخمسة دولة زيادوانا رايح بطولة 23 يكفو جدا 3 حراس وعشرين لعب وكل البطولات نظر على فكرة على فكرة على فكرة انا عدلك مش احد يقول لك كلمتين دول اه والله يا العظيم اربعة خمسة من الناس اللي تقيلة يعني الاسماء زي حضراتكم كده قالوا لي لا احنا لو احنا عايزين 23 عايب بس اه او ممكن لا او 25 صحيح بس هي بس الخوف هو فعلا ان الكورونا مكنش اللي اتحدل عفوك عملها 8 عادل لا لا دي كورونا دي كورونا علشان الكورونا هو بيقول لك افرد الضرب عندنا 5 7 لعيبة هو ده اللي بيقول هو بيقول كده يا اسلام معرف اقول لك حاجة هي مشكلة الكورونا ان ساعات ما بيجيش في واحد بس يعني هو الخوف ان ايه ممكن تروح جاية في 3 ا4 انت شفت ماتشن لفربول الاخير اه اتنين او 3 من اللعيبة او المدرب يعني ممكن تلاقي 3 ا4 مرة واحدة عشان كده هو مضطر ياخد 28 بس لو في في واقع غير كورونا والامور طبيعية 23 ا4 ا4 ا2 اعيب الكتير لو هي اصلا كانت بتبقى 28 كمان بس هو في حاجة هل يعقل ان مدرب مش عارف ان هي 28 او 25 اه دي برضو دي برضو في المؤتمر دي غريبة لما خد 25 في الاول ما دي مشكلة عارف دي معناها ايه دي معناها انه مش محضر هو عمل كده في المغرب عمل كده اخلي بالك مدرب المغرب اه عمل كده اختار 25 بعد كده دخل بدر بنون لا هو كان بيفاضل لسه لا حياخذ لا لا 25 وبعد كده دخل 3 هي الفكرة هي الفكرة هي الفكرة الاعداد النفس بتاع اللعيبة الثلاثة اللي ما اتخدوش ايه مش هينفعوه ما فيه حاجات هو مش عارف علشان كده انا بقول كلمة مهمة اوي لا دي هتقلع هو لما بيفعلش المدرب العام معاه والمدرب المصريين عارف ليه ليه لانه في القاعدة الاولى مع المسؤول اللي بيتكلم معاه ما حطلوش النقط على الحوال جميل جدا يا كابتن اسلام انت تقعد مع مسؤول هو بيتعاقد معاك لا وتخاف منه وتعرفه وتعرف انه مش هيت الالعيب دي مش هتعمل انت عارف من الحاجات المهمة في الناد الاهلي مثلا على سبيل المثال لما بيجي المدرب يجي يشتغل في الناد الاهلي عارف انه في لجنة وفي الكابتن الخطيب موجود وفي ممكن رغم انه ما بيتدخلوش خالص لكن عارف انه هو موجود لكن لما تفقد احساسك بالمسؤول اللي قاعد يتعاقد معاك انه مش فاهم هتعمل اللي انت عايزه عمنا تمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني طبعا في النهاية احنا ما بيجي نتكلم بنتكلم ان احنا نفسنا نشوف منتخبنا الوطني في نهائي كأس اللي هو الافريقية وليس شقخ ويفوز بهذه البطولة طبعا طبعا وتبقى البطولة رقم تماني في النهاية امم افريقيا بالنسبة لنا انا شبهتها يعني في اول حالة قلت بالنسبة لجمهور المزري زي الدوري الوطني الافريقية وكلنا بننتظر ان مصر تصل الى المباراة النهائية وتستطيع ان تفوز ان شاء الله في المباراة النهائية وتفوز بهذه البطولة انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا كابتن وسامي على وجودك معنا النهاردة الله يخليك وكل التوفيق لمستر كروش والمنتخب والجهاز المعاون وكلنا معاهم طبعا ولكن احنا كنا بنقول وجهات نظرنا لا وجهات نظر اه يعني بيبقى فيها بعض النقد شوية لكن لو شايفين الموضوع كويس كلكم هتقولوا شكرا وعملت شغل كويس وكذا وكذا هتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ورجعو لنا بالكاس وكمان تتحل مشكلة النادي الالف يا رب معادل كاس العالم انها تبقى مشكلة كبيرة جدا لو لم تحل يعني زي تلعب انت كاس عالم بدون تسعة ملعيبة لو انت وصلت شايف شايف او تمال لعيبة لا يا كابتن بقى لنا فترة بنتكلم في النقطة دي ومش عارفين نصل الى حل كل الحلول عمالة تقفل شوية بشوية لانه مبارح نزلت تزاكر لا والتزاكر نزلت اونلاين اه بالتالي خلاص معرفش هل ممكن يحصل ايه هنتشوف القامل اللي جاية احسرت مشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل اي شكرا كابتن شكرا ربكش ناسة شكرتك ونتمنى المنتخب مع المدربين اللي يقولنا شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن اسامة عربي وكابتن عادل عبد الرحمن انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا انتظرونا غدا وحلقة هامة جدا مع رئيس رابطة الاندية المحترفة النائب احمد دياب في حديث هام جدا على قناة الناد الاهلي في البيت الكبير اشكر حضراتكم شكرا جزيلا انشاء الله انتظرونا غدا في تمام الساعة العاشرة وحلقة جديدة من بيتكم البيت الكبير